المجتمع الجزائري السلام عليكم مرة أخرى في اللقاء هذا نواصل الحديث حول المجتمع الجزائري بكل جوانب ندعو في الحصة السابقة كنا دلنا مدخل حول المجتمع واليوم نحاول نفهم شليا بالتدقيق ما هو المجتمع التقليدي أنتم تعرفون المجتمع الجزائري في 62 في خروج من الاستعمار كان أساسا مجتمع تقليدي ولكن ما هي الفكرة وراء هذا المصطلح مجتمع تقليدي هل يعني تقاليد هل يعني عوايد عهدات يعني نفعل بها وإلا يعني شيء آخر أكثر غمق في الحقيقة المجتمع التقليدي هو بنية عندها أساس عندها مبادئ وصبحت بهيكلة والهيكلة هذه عندها تدعيات في يومية التي نحن نحب لها وبدون ما نشعر بأنها جاتنا من هذا المجتمع التقليدي والذي سمحتوا يعني لكي نعرف كعدد كبير من المجتمعات المجتمع الجزائري مبني عن الأسرة والأسرة التعمال الأسرة الجزائرية نمط اللي ينصبوه في أغلبية الدول أو البلدان أو الأمم العربية الإسلامية والنمط هذا المبني على الأسرة الطائفية أكثر من هذا يعني تعتمد على الزواج الداخلي أندوغام يعني يتزوجون بناء العن أو بناء الخالة إلى أخير يعني العلاقات داخل العائلة الموسعة وزيد كثير من الأحيان كان تعدد زوجات وهذا يجعل امتداد الأسرة تصبح موسعة ما معنى الأسرة الطائفية والفامي كوميونوتر هي يعني تصبح تلت أجيال تحت نفس السقف تصبح الجد والأب وابن الأب وكل يعني عندهم عائلات ونفس السقف والجد بطبيعة الحال هو ليتحكم في الأسرة هذا يعني عندما نشوفه مثلا مقارنة ب نمط آخر نمط مثلا في الغرب كثير منصبه للعائلة النووية منصبه تصبح الوالدين والأطفال حتى سن رشد ثم الأولاد يذهب ويغادروا المنزل وينما يغادروا المنزل يروحوا يقسوا أسره ولكن خارج المنزل الوالدين هذا النمط في الجزائر عنده تدهيات يعني ما نفكروش ما نظلوش أنه عندنا طريقة لعيشين بها وما عندهاش نتائج في السلوك اليومي وابتدادات داخل المجتمع فأولا العائلة هذه النمط انتحى كيف كانت كان العلاقة متوازنة في هذا الإطار يعني نتفكروا أو نحاول نتخيلوا في مدينة صغيرة في الريف معظم الأحيان كانت في الريف تصيب يعني في المنزل فيها واسع وفيها يعني مساحة لتخلي التحرك فالمرأة تقوم بالواجبات داخل المنزل تقوم بتربية الأطفال ولها كذلك علاقات تعائلية مع الجوار والمعيشة كان سهلة الرجل كان يخرج يروح يقوم بالعمل في الأرض يفلح ولا يتاجر وإلا يخدم في صناعات تقليدية ولكن دائما الرجوع إلى المنزل هو اللي يعني يمثل المناخ والمحيط كلهم عيشين فيه وكانت العلاقات يعني كما نقول عادية طبيعية ونوع من السعادة لداخل العائلة فالنمط هدايا الأسرة الطائفية تخلي بمأن الزواج داخل العائلات تخلي تضامن كبير تخلي رياحية في العمل اليومي هناك توزيع المهام ما بين الرجل والمرأة وتفاهم حول تسيير شؤون الأسرة المشكل بدأ نهار لدخلنا في نوع ما من الحدثة ما يعني الحدثة؟ الحدثة هي علاقة أخرى تأتي بما أن المجتمع يدخل في حركية جديدة هناك صناعة هناك بيئة جديدة مع المدن الكبرى مع سكن يختلف نمط فكل هذا ادخل قيم جديدة وتعامل جديد داخل القصر وهذا سيجعل نوع من تفكك العلاقات وكذلك نزاع داخل القصر هذا ما نرى في الحلقة المقبلة إن شاء الله وشكرا موسيقى موسيقى